أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الحكومة المستمرة لدور منظومة الشكاوى الحكومية في التلقي وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص والرد عليها إلكترونيا والمساهمة في حلها جاء ذلك خلال متابعته جهود منظومة الشكاوى الموحدة في التعامل مع المواطنين خلال ديسمبر في إطار توجيهات الرئيس السيسي بدعم جسور الثقة مع المواطنين هذا وطلقت المنظومة ورصدت 115 ألف شكوى خلال ديسمبر حيث تحرص الحكومة على توفير قناوات تواصل عصرية تناسب مختلف شرائح المجتمع المصري لتلقي ورصد شكاوى المواطنين من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء الدائم للمنظومة عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى وأيضا تقدم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها شنت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية ضربات على 21 منطقة تمركزت للقوات الروسية وثلاث هجمات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات وقال تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الصواريخ أن القوات الصاروخية والمدفعية قصفت أربع مناطق تمركز للقوات البشرية ومستودعين للدخيرة للقوات الروسية أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستستضيف اجتماعا لوزراء العدل في مارس المقبل لمناقشة سبل دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا وتجرى المحكمة الجنائية الدولية حاليا تحقيقا في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في أوكرانيا ووفقا للحكومة البريطانية فإنه من المقرر أن يشارك المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كاريم خان في اجتماع مارسي مع وزراء من جميع أنحاء العالم دع رئيس الوزراء البريطانية ريشي سوناغ خلال اجتماع طارئ مع خبراء ومسؤولين من قطاع الصحة إلى نهج جريء وجذري لإيجاد حلول للأزمة الحادة التي يشهدها النظام الصحي في البلاد ويعاني أيضا نظام الصحة العامة نقصا في التمويل منذ سنوات في وقت يزيد فصل الشتاء من الصعوبات مما يضاعف معاناة خدمات الطوارئ في المستشفيات جراء حالة الإنفلوانزا وفيروس كورونا واعتبر السوناغ أن الوضع القائم لن يحل التحديات التي تواجه بلاده قال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي أن الفيضانات غير المسبوقة التي تضرب منطقة كامبرلي غرب استراليا لها تأثير مدمر على بلدات معزولة وأضف ألبانيزي أن الوصول إلى بعض المناطق كان صعبا للغاية بسبب ارتفاع المياه هذا وتعمل أيضا مروحيات على نقل السكان إلى مناطق آمنة في ظل ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في منطقة كامبرلي ذات الكسافة السكانية المنخفضة في غرب أستراليا ووصفت أجهزة الطوارئ الفيضانات بأنها أسوأ فيضانات شهدتها الولاية على الإطلاق قالت السلطات المكسيكية أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب سبعة وخمسون آخرون في تصادم قطاري عنفاق في مكسيكو سيتي وقال قائد الشرطة في المدينة عوان جارسيا إن امرأة شابة لقيت حتفها في الحادث لافتا إلى أنه تم إنقاذ أربعة آخرين كانوا محاصرين في عربة واحدة على الخطي الثالث وهم بصحة جيدة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال بقي فقرة سبعة خيرية مصر بعد الفصل